السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله نتكلم عن The Future Sample The Future Sample Tains أو زمن المستقبل البسيط من اسمه نقدر نفهم هو بيتكلم عن ايه The Future أو المستقبل بيتكلم اكيد عن احداث هتحصل في المستقبل او بيعلمني ازاي ان انا اقدر اتكلم بالانجليش عن حاجة لسه هتحصل في المستقبل تعالوا نشوف استخداماته زي ما اتفعنا قبل كده وتكلمنا قلنا ان احنا قبل ما نتكلم في ايه زمن في الانجليش علشان نكون فاهمين مش بس حفظين هنتكلم عن استخداماته What's the usage of it او انا بيستخدمه امتى وازاي Number one بالنسبة ل Future Sample I use it when When I talk When I want to express about a future event لما اكون عايز اتكلم او عبر عن احداث لسه هتحصل في المستقبل Number two When you expect something will happen in the future لما تتوقع حاجة سوف تحدث في المستقبل Number three Promise Four promise للوعد لما بيجي اوعد دايما بستخدم من Future Sample Street Or for Street Street هو التهديد لما يجي احد الحد برضو بستخدم من Future Sample Offer and order العرض والطلب As example Will you get me some water please ممكن تجيب لي مياه من فضلك Or Will I get you some water اجيب لك مياه The offer with the order Okay كمان يا ترى ايه هي الكيوورد بتاعة الفيوتر سامبل ايه الكلمات اللي اول لما اشوفها وانا مغمض عيني اجري اختار الفيوتر سامبل Number one Tomorrow Tomorrow يعني غدا او بكرا Next Or the following والاتنين بيكون معناهم التالي بس دايما لازم يجي بعدهم طايم بس دايما لازم يجي بعدهم طايم ايه دي كيووردز ودي اليوسج نتكلم عن ايه كمان؟ عن الفورمة بقى بتاعة الفيوتر سامبل دي يعني بيتكون من ايه الفيوتر سامبل ده؟ اولا بالنسبة للسنتنز بالنسبة للسنتنز العادية الجملة هتتكون من اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة